قبل أسبوعين ضربة هذا البوتوكس في الوجه وخاصرة الزبابة للفلوسة تمشيت نتاحري شاري هذا الملابس دي كله وخارجة شاوبينك ومسافره وقد تمشيت نتاحري الشي ميسا جزكي يجوني أنه ويقام حنا كنحبوك ويقام حنا كذا كذا سوي حياتي فنان جدا صعبة صعبة بسافة سوري سوري شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكون معي اليوم في قضية جديدة ويقام الدحماني كان ممكن نساوها ومنعودوش لقصة ديالها لكن منهار ماتت في 22 أبريل 2018 في دبي بالإمارات العربية المتحدة وكل عام كيخورش خابار كيخلينا نشكو في سبب وفاة الفنانة المغربية ويقام الدحماني دابا غادي نجمعو خيوط هاد الحكاية ونعرفو ويقام باش ماتت ونعرفو على القصة ديالها كاملة من الول حتى الاخر ولكم الحكم في الاخر ويقام الدحماني تزادت سنة 1983 في مدينة القنيطيرا عندها أخ كبير منها لإسم دياله فهد شاءة الأقدار يوقع طلاق بالوالدين واختارت الأم ديالها الهجرة إلى الإمارات والعمر ديال ويقام كان 17 سنة غادي تزوج الأم ديالها بإماراتي وغادي يولي عند ويقام جوج ديال الخواتات الوقت اللي مشات ويقام مع الأم ديالها الإمارات كان العمر ديالها 17 سنة الأم غادي تزوج بإماراتي وغادي تولد تجوج بنات دابا عائلت ويقام واللي فيها فهد وشمس وجواهر ثلاثة البنات وولد واحد ويقام في الأول بالليها تمشي في الدراسة وتكون مطفوقة لتحقت بالجامعة الأمريكية اللي كينا في الإمارات الشارقة واختات باكالوريوس في الهندسة البيئية هنا الأم فرحات بوي أم بزاف من بعد ما ولت موهم ليسا لكن باللي لو نهار ويقام غادي تولي معجبة بالأضواء والمشاهير وهنا غادي تبدأ ويقام بتبدل والليت كتحلم براسها كتقدم برامج القنوات العربية والهندية المهم تولي نجمة الفكرة كبرات فراس ويقام واللي الوقت ديالها كامل هو البحث على فرصة والطريق اللي توصلها التليفيزيون ودك شي اللي كان المظهر ديال ويقام كان معاونها بزاف طموح ديالها غادي يوصلها لإدارة قناة دبي وغادي تعطاها فرصة تقديم لبرنامج الصباحي دبي هذا الصباح كانت ويقام دحماني فرحانة بهذا الشي اللي وصلت لي هي والأم ديالها إلا الأخ ديالها فاد اللي ما كانش راضي على هاد الشي اللي وصلت لي ويقام من بعد برنامج دبي هذا الصباح غادي تبقى ويقام تقدم برامج أخرى في نفس القناة كان برنامج سميتو صهراء رياضية نسائية وخاها كاك ويقام حسست برأسها ماشي هذه هي النجومي اللي كتقلب عليها هي ما بغت تبقى منحاصرة في الستوديو ويقام كانت موعجبة بزف بالهنود والأفلام ديالهم والتقافة ديالهم يعني إيا تكون بحالهم يتعطي اتساع لها دي النجومي اللي كتحلم بيها واحد النهار فكرات وقالت علاش ما نغنيش علاش ما نديرش فيديو كليب وعلاش ما نصورش في الهند وقدرت تقنع بعض المقربين منها والقات اللي يكتبوا يلحلها الأغنية وغادي تبان ويقام في أول كليب ديالها أهلا وسهلا غادي تصوروا في الهند من ثم غادي تتعرف في الوسط الفني بالمغنية عاشقة الهند وهذا الفيديو كليب افتح لها الباب تقدم برامج على السينما الهندية في القناة المشهورة زي أفلام واحتى هذه الخطوة غادي تخليها تتعرف على نجوم السينما الهندية وغادي تولي توقف قدام نجوم كبار كممثلة هنا بدأت رحلة أخرى الويام في عالم التمثيل والنجومية في 2011 غادي نشوف ويام دحماني نجمة فوق العادة في المسلسل العربي دلاله الماضي وغادي تكون حاضرة في سلسلة الكوميدي المشهورة سيلفي ومسلسل ملحق بنات وفي 2014 غادي تلقرسها في الملحمة الغنائية المغرب المشرق وحتى السنة 2017 غادي تكون عندها مشاركة في آخر مسلسل اللي كان العنوان دياله أصعب قرار ومن هاد العنوان غادي تبدو يقام تقيش حياة صعبة الأعداء غادي يبدو يبانوا ديالها من فنانات مشرقيات أو مغريبيات وغادي تعترف بالضغط اللي ولا تعيشها في الوسط الفني وبعد المرات هدرات حتى على الضغط العائلي وفي الغالب الأخ دياله فهد اللي ما كانش راضي على الجرأة دياله في الفيديو كليب والمسلسلات وهذا خلها تختار تعيش بوحدها وتقلب على صحابات اللي ترتاح ليهم بلا ما تعرف باللي بعض المرات السم يقدر يحطوه ليك أقرب الناس ليك من بعد مسلسل أصعب قرار واللات كتحس ويقام الدحماني بالتضييق عليها في الساحة الفنية يعني ما بقوش بغينا تختم وهنا ويقام الدحماني كافحات حتى جمعات الفلوس اللي تقدر تنتج بهم مسلسل بدك الشي اللي بغت هي وفعلا قناعات الفارق التقني وعزلت الأبطال اللي بغت وبدأت المسلسل ديالها الجديد صورات أول مشهد واحد النهار كل شي كيتسنف ويقام دست ساعة ساعتين نهار كامل ويقام ما بنش لها الأطهر داروا التليفونات كل شي كيتتصل بالتليفون ديال ويقام لكن لا موجيب الأم ديالها أخوها أخوتها كل شي كي يحاول بدون فائدة هنا مشو الشقة ديالها دقوا حتى واحد ما كي يجاوب دخلوا مشك تصلوا بالوقاية المدنية وحضروا شرطة دوبي وهرسوا الباب ودخلوا وهنا كانت الصدمة القاوي أم في الغرفة ديالها ميتة واش ميتة عادية ولا مقتولة الله أعلم الصدمة كانت كالصاعقة داعت الخبار في الساحة الفنية وجميع القنوات هضروا على موت ويام بتحماني اللي زي مازالة صغيرة وشابة هنا الشرطة أول حاجة داروه هو تمشيط المكان اللي لقوا فيه ويام حيت شكو أنها تقدر تكون مقتولة والتحقيقات بدات في نفس الليلة والجوتة ديال ويام دولت شرح الطبي باش يعرفو اشنا هو سبب الوفاة الشرطة قدرت تفريغ للكاميرات وهنا ألقاوا واحد السيدة شدها الكاميرا خارجها من دار تيال ويام تحماني وديرها النقاب وشافوها من اللي ادخلات وعود من اللي خرجات كانت شدها الكاميرا ويغادة تزرب في المشية ديالها ومنقبل وجه ديالها كامل وبين فيها متوترة ولكن مكيبا فيها حتى شي حاجة البوليس دار وجهدهم باش يقدروا يعرفوا السيدة شكون ولكن النقاب كان مغطيها كلها من اللي خرجت نتيجة تشريح الطبيبية كان فيها سبب موت ويام الدحماني هي سكتة قلبية غفلتها مسكينة وحيت كانت بوحدها ما لقيتش اللي سعفها وقدموا الامانة امانتوا من بعد ما خرجوا تحاليل تشريح الطبي الشرطة ديالدوبي صدت ميلف ويام ودفنوها بالامارات ونسوا موضوع السيدة المتنقيبة وشنو قع من بعد باش ارجع ميلف ويام للساحة واللونات كل شي كي يهضر عليه الشرطة المغربية قدرت تفك لغز البوقع اللي كان كينشر الفضائح ديال الفنانين حمزة مونبيبي البوليس المغربي معروف بالخبرة دياله حمزة مونبيبي اجبت اسماء اللي كانت عندها علاقة نوي ام الدحماني وبالاخص واحد الاسم ديال واحد السيدة اللي كانت متقربة منها بزاف وكانت صديقة ديالها اللي حسب التحقيقات اللي داروا معربعة ديال المتهمين اللي كانوا مصيبين هاد الموقع ديال حمزة مونبيبي انهم كانوا كيستدرجوا اسماء فنية معروفة للدعارة الراقية واللي كيتشد في الشبكة كيستفزوه اما ينفد دكشي اللي كيتلبوه منو واللي يفضحوه بنشر الصوار ديالو والفيديوهات ديالو اللي اخدوهم ليه واللي وقع معوي ام وحسب التصريحات ديالها واللي قالت كتتعرض للضغوطات من اقرب المقربين من صحاباتها من اللي مبغاتش تمشي معاها فالطريق ديالها بدأت الحرب عليها ايافش مبقوش كيخلي ويقام الدحماني تخدم ومن اللي تكتشفت العصابة ديال الحمزة مونبيبي ارجع الاسم ديال ويقام الدحماني في الواجهة من جديد وكاي اللي كيقول باللي السيدة اللي كانت منقبة وشافوها في الكاميرا ما هي الا واحدة من صحاباتها وتقدر تكون هي اللي قتلاتها ولكن الدليل ما كانش ومع الوقت عودت نسات القضية القضية ديال ويقام الدحماني تقريبا بحالة بحاليال سوزان تامين تقريبا نفس القصة واحد النهار غادي انشر واحد المؤتر لبناني معروف بالحلقات اللي كيدير على الجرائم ديال الفنانين واحد النهار اكتب واحد تدوينه وقال كيعرف اللي قتل ويقام الدحماني وغادي ينشر التفاصيل كاملة على القناة دياله وعودة تجبدات القصة ديال ويقام الدحماني من جديد وكل شي بقى وكيد سننا وهذا المؤتر يقول شكو اللي قتلها لكن الصدمة اللي وقعات هو ان هاد المؤتر القوهمية في الشقة دياله وسبب الوفاة ازمة قلبية كيف زيما هادية صدفة موت المؤتر وموت ويقام الدحماني بنفس الاسباب ازمة قلبية زيما واش اللي قتل ويقام هو اللي قتل هاد المؤتر الله وعلم المهم تسد الميلف وبقات ديكرة ويقام الدحماني حاضرة عند العائلة ديالها وعند المغاربة كاملين وما زال واحد الدوار في الهند ديما كيدعوا مع ويقام بسبب الصدقة الجارية اللي دارت لهم حفرت لهم واحد البير اللي كيسقيوا منه الى يومين هادا وديما كيرحموها ونتمنى وتبال حقيقة حيط الروح عزيزة عند الله إلا كانت من عند الله مرحبة بها ولكن إلا كانت من عند العبد بغينا حق قيبان وترتاح المسكينة في قبرها